صباح السعادة من مطبخ صاحبة السعادة هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ الشيش بتدبيه لخطيرة وبتسوية عشرة على عشرة يلا نشوف هنعمل ايه ونشوف المكونات وما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد معي فرختين مخسولين كويس قوي بالملح والدي واللمون ومتصفيين هبتدي قطعهم اهو من الظهر كده هقسمها نصين بس ونبتدي ناخد الورك بقطعه على اتنين هي طبعا في المحلات بره بياخدوا القطعة اللي هي بتاعت الفقد ويقطعوها اتنين بس هنمش هعمل كده عشان تفضل طريقة وما تنشوفش من هنا في التسوية اهو هقطع لي هنا اتنين كده والقطعة بتاعت السدر بقطعها على ثلاث حدد اهو بالمنظر ده كده شايفين تمام يعني احنا ما بنحاولش نصغرها قوي عشان ما تنشوفش من هنا في التسوية تفضل طريقة معينا خلاص تمام كده شطفتها وصفتها وهبتدي اتبّلها معي في التدبيلة بصل مضروب مع فلفل احمر ومعي نص كبية عصير طماطم وهناخد معلقة زيت معلقة مستردة عصير لمون سياسوس ديبس رمان معنى التواب اللي هنستخدمها معلقة كبيرة ملح معلقة كبيرة سكر معلقة صغيرة فلفل اصمر معلقة صغيرة بهارات مشكلة او مشاوي معلقة كبيرة مرأة فورية معلقة صغيرة سماء نص معلقة صغيرة روزماري معلقة كبيرة بابركة تمام طيب هبتدي بقى انزل بالبصل اللي مضروب بالفلفل وعليهم الطماطم وهقلبهم كويس اوي اهو هصفيهم لغاية من نزلوا الماء اللي فيهم كلها تمام هبتدي انزل بمعلقة زيت دورة ومعلقة ديبس رمان وبمعلقة سياسوس وعصير اللمون وهنزل بمعلقة مستردة اضافة المستردة خطيرة بجد يعني لو متاحة عندك حطي معلقة بتفرق كتير في التدبيلة هنزل بقى بالبهارات وقلب كويس اوي اه ريحة التدبيلة تحفة بجد خطيرة وشكلها باين اهو تمام اوي هبتدي اخد بقى شوية من التدبيلة في كبية واركنها على جنب اهي وهي اخد قطعة قطعة اتبّلها اهي فعل بالتلاجة كده يكون لها اغطى وابتدي اتبّلي قطعة قطعة وحطي في العلبة شايفين اهي بنزل بالتدبيلة كده في التدبيلة بالقطعة واحطها في العلبة عشان تأكد ان كل القطعة شرب التدبيلة حلوقي تمام بس هنزل بقى التدبيلة بقى وهقفل العلبة ودخلها التلاجة طبعا يعني زي ما تحب بالوقت بس كل ما الفراغ بتقعد في التدبيلة اكتر كل ما طعمها بيبقى احلى يعني ممكن تعمليها من بالليل لحد الصبح او هتتبّليها الصبح لغاية معدل غدا اهي دي قطعة اللي بيقطعوها في المحل اتنين بس بتنشف انا هسابها زي ما هي مش هقطعها عشان تفضل طريقة بس وهبتدي بقى رص القطع على السياخ واحنا بنرص القطع ما تحاوليش تلزقي للقطعتين في بعض عشان التسوية اه او الحرارة تجيب كل القطعة من كل الجوانب تمام بس وحاولي تخلي الوراك مع بعض في السيخ والقطع اللي هي بتاعت الصدورة على السيخ برضو مع بعض عشان تبقى التسوية واحدة اهو ريحة التدبيلة تحفى بجد تمام كده اهي بحط القطعة بتاع الصدور مع بعض خلاص تمام كده انا خلصت شايفين الشكل اللونها حتى في التدبيلة كده قبل ما تستوي اللونها جميل خلاص وحضرت معي خضار فلفل وبصل وطماطم وحضرت الشوية حطيت مياه وتفل البصل اللي كان طالع خدت منه شوية وحطيت ورق لورا في المية المية دي بقى بتطلع البخار بتاعي يطلع على القطعة بتفضل طريقة وبتستوي حلوة بس هروس بقى للسيخ على الشوية كده هبتدي بقى هنا هدهنا كده بالتدبيلة اللي احنا خدناها على جنب نظيفة اهو شايفين تدبي كل القطعة كده تاني اديها شوية تدبيلة تماما اللي ببقى الناحية التانية اهو وهنبتدي بقى نبدل السيخ الحتة اللي تحس ان هي استود والتانية لسه شوية هبتدي ايه اغير مكان السيخ عشان كل الفراخ تاخد تسوية واحدة شايفين شكلها خلاص قلبت السيخ بقى ابتدي اديها برضو دهنا تاني بالتدبيلة كده الحركة دي بتطر القطعة وتخلي لونها حلوة قوي وطبعا الطعم بتبقى تحفن اهو انا قاعدة بقلب يمين وشمال كده لغاية مادي كل الفراخ تسوية واحدة اهو تمام هبتدي حط الخضار بقى قبل ما طفي بشوية كده طبعا الفراخ بتاخد تسوية اكتر من الخضار فانا ما بحطهاش من الاول مع الفراخ اهو بصل طماطم فلفل زي ما تحبي اهو بدي تدبيلة للخضار كده شايفين الجمال تحفة بجد واحلى حاجة بقى ان ما فيش دخان بصراحة هي ميزة الشوالي بالكهربا مش بتعمل دخان في المكان حاجة في منتهى النظافة بجد غسلين الفراخ كويس قوي ومطمنين واحنا بنا كلها وعملين تدبيلة خطيرة زي ما بنحب والتسوية عشرة على عشرة لونها خطير وطرية ما نشفتش مننا خالص اهي شايفين اللون حاجة في منتهى الجمال بجد والريحة بقى مش عايزة اقول لكم هبتدي انزلها اهو محضرة ايش وهنزلها عليش شايفين الفراخ مش مستحملة دايبة ازاي شايفين التسوية بجد عشرة على عشرة اهو يعني مش مستحملة الفراخ دايبة ومستوية وشربة من تدبيلة بتتكلم عن نفسها يعني بجد تحفة شايفين القطعة بتاعت السدر مستوية ولونها خطير ازاي اهي دايبة دوب كده وبالفة هانا وشفة وما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد